الإعلام عندما يتناول أمور النادي الأهلي هو فيه غياب عن فلسفة نظام الأهلي فيأخذ الأمور في اتجاه يسطحه فيبتدي يعني مثلاً يعني يتقال لك إيه؟ هو موسيماني إيه اللي سمح له بأنه يطلع في الإعلام إيش معنى يعني ما بيسمحش لبقية عناصر العمل في النادي الأهلي اللي نتظر في الإعلام الموضوع موسيط جداً فلسفة عدم الظهور الإعلامي للعملين في النادي الأهلي جاءت إمتى؟ عندما كان مالو جسيم متواجداً وكان بعض العاملين بالذات في خطاع الناشئين في بداياتهم بيعملوا في الإعلام فكانوا يطلعوا بالليل ينتقدوا أو يحللوا أو يقولوا رأيهم فيه أداء المدير الفني ليل فريل فما كانش منطقي أن يبقى فيه هذا التناقض وهذا عدم التنصيق فجاء القراءة العاملين في النادي الأهلي سواء في مجالس الإدارة أو في أي حاجة ما يعملوش في حاجات ليه علاقة بالإعلام الذي يختص بالرياضة والتحليل لو أنت صحف أستاذ إبراهيم سياسي هيجي يقولك أنت مالوش دعوة لكن أنت حتى محظور عليك استخدام الآلي في هذا الإطار يعني لو أنت صحف أستخدام الآلي في هذا الإطار معني بأي حاجة غير رياضة هيقولك ما تتكلمش ما تتعرضش أو ما تقحمش الآلي في مواقفك الخاصة أو إيدولوجياتك هو ده نظام الآلي وده نظامه لما أنت تبقى بتطلع تحلل في القنوات وأنت تعمل في النادي الأهلي لا ما تحللش الدوري اللي بيع في النادي الأهلي ما ينفعش ما تتنولش شؤون الأهلي الفنية والإدارية ولذلك واحد الشيخ طهما سلاستوعب هذا الأمر وتقبله صحيح هو عايز يختار العمل الإعلامي لما لأنه ممكن حيتعارض مع مكانته رغم أنه كان متطوعا في لجنة يعني مهمة مهمة إلا أنه قالك لأ ده حيسبب لي نوع من التضارب التضارب اللي فيه مواقف قد تحرج صحيح يالنادي الأهلي يتحرج وهو يتحرج البرنامج يعني وهو دي فلسافة استشعار الحرج عند القضاء يبتستشعر الحرج ليه في واحد جاري ويشافوني أنا بسلم عليه عنده قضية عند علاقة ما ما علاقة له طرف القضية قبل عن الشر وغني لكن مش في المطلق النهاردة ما ليش يسمه يطلع اسمه موسيماني يطلع بمناسبة البطول لتكاسي الأمم هو لا يحل الأمر يخص النادي الآلي ولا من ناحية الفنية ولا بتكلم على كاسي الأمم الأفريقية ومنتخباتها ومنتخباتها وقد ما يكونش فيها يعني أو لا تقتصر على منتخب ماصر يعني حتى جنوب أفريقيا مش موجودة بلده يعني أقصد أقول إيه إن الموقف لجب نحلله بمعطيته وفلسفة القرار صحيح ده أكثر قطاع ممثل في الفريق 40 و 50% من فريق النادي الآن اللي باته من أبناء قطاع الناشئين ومن أول يعني من 7-8 سمين أيام تريزي جيه ثم رمضان صبحي ثم مش عارف مين ثم وكوكة اللي راح احترب برة وعمر وردة وعدي جه رمضان صبحي وبعدين ورامي ربيعة النهاردة في فاكرم وفي هاني وفي الشناوي والجولين مصطفى واسمه حمزة وحمزة جنمهوب جدا على فكر وصغر في السن وغيره من اللعيبة والنهاردة بنشوف فخري محمد فخري بنشوف أحمد عبدالقادر يعني إذن انت قطاع الناشئين وممكن تبقى تراجع محمد عبدالمنعم أو غالبا ولسه عندك أحمد راين بتتابعه برة إذن لما يكمل مسير إذن إنتاج إذن فيه يعني فيه مرضود من قطاعنا ولكن طبيعة الاحتراف إنك لازم تجيب من أصحاب الخبرة اللي هم عندهم إضافات فنية تتقل فرقتك أنت أهدافك ما بقيتش محلية فيه أهداف إقليمية ودولية صحيح فالتوليفة دي مهمة وده مش انتقاداً أو انتقاصاً من أحد لكن بفسر ها هل الكلام ده يعني لو خذناه فلسابة حاليه إزايا على الأرض الوحيد ممكن نوصل من المنتقدين نفسهم إلى نتائج مختلفة إذن ده تفسير المفسر يعني الأمور واضحة جداً لكن الغزالة الرئيئة حابت تأكد عليها نشوف أبرز